ولكن قريبا لن يكون لديك أي أصدقائي أصدقائي و أصدقائي 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 أدريان في النهاية يجب عليكم أن تعرفوه لكن قبل نبدأ لا تنسوا الصلاة عن نبي محمد عليه أصدقائي والسلام ولنبدأ نحن كما رأينا في نهاية الموسم الرابع كيف أن مارينت قد خسر كل الميراكلس وكان ذلك فقط بسبب 21 أنها قد تلخبطت بسبب فيليكس و أدريان وهذا جعلها يخسر كل الميراكلس وطبعا تكملة لنهاية الحلقة الموسم الرابع تأتي لنا حلقة تطور والذي فيها تستعد ميراكلس الأرناب لكن في الحلقات الباقية مونارك استطاع أن يطور من قوته و استطاع أن يجعلهم خواتم وكانت هناك عدة لحظات كادت مارينت أن تصافيها بالأكومة وكادت أن تكشف هويتها وعلى سب المثال حلقة انسجام لقد أصيبت مارينت بالأكومة بسبب أنها لا تعرف من تحب أو حتى من أي شخص تحب وفي عدة لحظات كان هناك مونارك يستطيع أن يهزم الدعسوقة لكنه يستعمل غباء ولا يستطيع أن يهزمها على سبيل المثال الحلقة 17 أو الحلقة 15 أو عندما استعمل ميراكلس الثعبان كانت له عدة لحظات لكي يستطيع أن يهزم الدعسوقة لكن كل لحظته كانت ضائعة أو حتى عديمة الفائدة ولهذا قلت لكم أن مونارك لم ينجح في أن يأخذ ميراكلس الدعسوقة القط الأسود ولكن كما رأينا في حلقة المواجهة كيف أن الدعسوقة القط الأسود قد هزمه بسهولة شديدة وكان ذلك فقط باتفاق مونارك وكلاوي ولولا تدخل الأشخاص لما كانت الدعسوقة القط الأسود قد نجح في تلك الحلقة وكانت لما كشفت الهاوية وحرفيا في الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس رأينا كيف أن مونارك استقل عاطفة الدعسوقة لمصلحته أو بالأحرى عاطفة مارنت على ايدريان وكما رأينا في نهاية الموسم الخامس استطاع جابريل أن يأخذ ميراكلس الدعسوقة القط الأسود وكان هذا من طرف مارنت وهذا فقط لأنها وثقت بالأشخاص وهذا قد ركبته في الموسم الرابع وفي الموسم الخامس ارتكبت نفس الأخطاء فهل ترسكر في الموسم السادس؟ والآن الأشخاص الذين قد يسببهم بخطر إذا قامت ليلة بإصابتهم لأن بانيكست كما نعلم أنها تعرف هو دعسوقة القط الأسود وكان هذا في حلقة القط الأبيض ولكن هذه بانيكست الكبرى فنحن لا نعلم هل بانيكست الزوغل استعلم أو لا ولدينا لوكا كوفين وهذا أيضا قد يسبب خطر إذا أصابته ليلة بالأكومة لأنه يعرف كل الهويتين وكان هذا في حلقة محقيق الأماني وهل ليلى ستكشف هو دعسوقة في نهاية الموسم السادس؟ أعتقد بشكل كبير أجل لأن الأمر قد طال حرفيا من بداية الموسم الأول نهاية الموسم الخامس ولا كشفت هو دعسوقة؟ هل سيصاب إيدرين بالأحكومة كما رأينا في الموسم الرابع في حلقة سريع الزوال؟ وهل سيعد القط الأبيض كما رأينا في الموسم الثالث؟ والذي يريد أن يعرف تفاصيل أكثر فإني سأترككم فيديو قد شرح كلكم كيف سيصاب القط الأسود ولماذا؟ وأيضا هل ليلى قد تستعيد كل الميراكلس؟ كما فعل مونارك في الموسم الرابع لأن الآن الميراكلس مع أصحابها وليست مع الدعسوقة ولكن هناك احتمال كبير أن ليلى قد تعرف هوياتهم وربما تأخذهم واحدا واحدا فمن يدري؟ لكن لا أعتقد أن المؤلف قد يعيد هذا مرة أخرى فنحن لا نريد إعادة الموسم الرابع وتكرارا للموسم الخامس وهل فعلا كاغامي وفليكس قد يشكلون خطرا إذا أصابتهم ليلى؟ في الحقيقة أجل ولا في الحقيقة كاغامي لا تزال محاصرة من قبل والدها صحيح أن إيدران قد تحرر لكنها تزال محاصرة من قبل والدتها وربما والدتها تتفق مع ليلى وهذا قد يشكل خطرا كبيرا جدا جدا في الموسم السادس أما بالنسبة لفليكس فهو يشكل خطرا في كشف الهويات ويضم دمير وحوش المشاعر فنحن كما نعلم أن ميراكل استعوص يستعن دمير وحوش المشاعر ونحن كما نعلم أن ليلى خبيثة جدا حتى في نهاية الموسم الخامس استعرت اسما جديدا لكي تذهب لمدرسة مارينيت وربما تعود كلاوي تتفق وهي وليلى فمن يدري ربما تكون كلاوي طيبة وربما تكون شريرة وأتمنى أن تكون طيبة أكون هكذا قد وصلت نهاية الفيديو لكن قبل ما أنهي الفيديو شكرا شكرا لكم على العشرة ألاف مشترك حرفيا شكرا شكرا من القلب ولكن هناك شيء مهم يجب علي أن أخبركم به هناك اتفاق أني لو وصلت عشرة ألاف مشترك أن تكتبوا أنتم نظرياتكم ونتناقش عنها لكن حرفيا عندما قمت بذلك في المنتدى لم تصنيوا ولا نظرية واحدة فأتمنى أن تكتبوا نظرياتكم في هذا الفيديو لأن نظرياتكم مهمة جدا في الفيديو القادم أتمنى أن تفعلوا هذا وفقط اشترك في هذا القناة ولا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو حرفيا لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو سأترككم شرحا بسيطا لماذا لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو like السديق في المتابق ليش اقولك mereci المتابق AS يغط اضغط جميل جدا يمين يسوف ان مقطع جميل جدا، سوفياخد انه اقطةAny situation ينشرى اكبر عدد من الناس و لما أكبر عدد من الناس يخرشوا ان ال اضغط لايك و لما اضغط لايك سوفان افره و لما انا افسره سيق recon요 C.O خلاص و ساتن بك المهيم هل اقتنعتم بهذا الشرح طبه لا تنسوا تفعيل الجراس كم معكم احمد من قناتي كرتلوس سلام اشتركوا في القناة